ما فيش شك إنه جماهير الكرة المصرية بتعيش حالة من السعادة من المبارح بعد ما حسن منتخبنا الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كاس الأمم الأفريقية 20-25 بالمغرب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقي في المجموعة الثالثة وده بعد حقق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف أحرازه إبراهيم عادل تفاصيل كتير عن المباراة حنعرفها من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو الأستاذ إيهاب النحاس النقد الرياضي صباح الفل عليك أهلاً وسهلاً صباح خير يا مينا صباح خير يا شادي صباح خير طيب منتخبنا الوطني مبارح فاز إحنا كنا عايزين النتيجة دي إحنا كنا عايزين الفوز هل المباراة كانت حلوة؟ يعني كان في ملل كده وكان في تراهل في الأداء تحس كده مباراة خليط الدسل هو إحنا فعلا ما كناش مستمتعين مباراة وده لطبيعة المباراة المباراة أولاً بتلاعب على ملعب من جيل الصناعي ملعب النجيل الصناعة معروف أنها ملعب مش حلوة متعبة لأغلب اللعبين بيتأثر على الركب ومتأثر على الأناكل وبتتعبهم حتى تلاحظ أن في لعبة ما راحتش أصلا عشان تلعب أنه بيبقى لها تأثير فده كان عامل مهمة قوي موضوع أرضية الملعب الشق التاني هو كابتن حسام أصلا كان عايز نقطة محتاج نقطة واحدة بس عشان خاطر يسعد وهو عامل تارجت معين ماشي بالتارجت دوت فمش عايز يبقى فيه جماليات أكتر ما هو عايز ياخد نتيجة في الآخر خلي بالك برضو أن الكابتن حسام مش هنقول عنده مشكلة مع الجمهور أو السوشيال ميديا على قد ما هو عايز يزبط نفسه هو عايز يزبط أنه هو جدير بقيادة منتخب مصر الفترة دي أو الفترة اللي جاية فطبيعي أنه هو بيلعب لعب تجاري أنا النهاردة عايز من المطش ده هاخد منه مثلا نقطة عايز من المطش ده مثلا نقطتين أنا عايز أصعد لأفريقيا عايز أصعد كاتس عالم هو مش عايز أداء جمالي فده اللي كلا الشكل مبارح مش حلو بس هو بيحب يلعب كوره وبيحب اللعب الفريق كور أيه بس عايز أقولك على حاجة برضو أنت النهاردة نقطة واسعت ولا ألعب أداء جمالي وخسر مش هتبقى حلو فهو مبارح لعب بطريقة دفعية نوعا ما 5-4-1 في حالة الدفاع وفي حالة اللجوم 3-5-2 ما شوف نهاش كتير المواقف 3-5-2 دي اللي هو قليل قوي في لعبة ولا لعبتين طول المطش لكن هو كان عايز يلعب لعب تجاري نوعا ما يأخذ نقطة ربنا كرمه بتلاتة بنتمش بنقطة واحد طيب يعني هل كده بحسب كلامك هل مشت المباراة وفق ما كان كابتن حسام مخطط لها هل التزمت كل اللعيبة بتمركزاتها بالخطة لوضعها كابتن حسام لا هي جت أكتر من توقعاته كمان يعني هو كان عايز نقطة هو محتاج نقطة يا سعد أنا فاهم بس أقصد ان هو مثلا فضلنا طول المباراة مفيش هجمات بشكل واضح وشكل صريح هل ده كان مخطط له هل ده اللي هو كان يقصده فعلا هو فعلا كان بيلعب على المرتدات او اللي بيقول عليها زي ماينا النقاد الكبار التحولات هو بيلعب على المرتدة لمرموش تحديدا حتى لو كان فيه تلاحظ لعبة في الديق 16 الشناوي كان بيلعب ضربة او فاول او حاجة زي اوفصيد فبيندع على مرموش بيقول له اطلع جريو وعمل له زي كرة طويلة دي اللي خدنا منها اللي كان مفراج مباراة على الماتش خد منها سيناريو الماتش يفقى عمل ازاي يلعب على التحولات لمرموش سرعات لمرموش فهو كان عايز مباراة مجرد بس ان يخطف واحدة كابتان حسام لك كان يثبت الناس او بيلعب او بيلعب 3-5-2 في حالة لجوم لك كان يثبت عيد وكان يثبت حمدي أثناء الماتش وكان فيه برضو ارتداد باستمرار اللي مراونا عطيه بقى وسطيوم فبتلاحظ ان هو يدفع بست العيبة فلا هو مباراة طبعا هو كان عايز نقطة وهو خد اكتر من نقطة يعني اكتر من نقطة خد 3 بونت اللعيبة التزمت اللعيبة جيدة اللي دخلت مع الفريق بصراحة كويسين احمد هيد كويس محمود صبر مباراة كان كويس جدا لعلمك خالد صبحي نوعا ما الحد ما خرج كان برضو كويس برضو مسنود من اتنين مساكين كبار وتقالزة محمد عبد المانعم وزي رامي ربيعة فالمردود اللي كان عايزه من الماتش اخده مشاركة بعض اللاعبين الجدد احلاله وتجديد بيعملو الكابتور بسام بيجرب اه اه بيجرب اه مشاركة بعض اللاعبين الجدد اللي اطمئنان على شكل الفرقة في عدم وجود محمد صلاح برضو كان ليه عامل مهم مبارح ومؤثر مبارح تغييراته في حد ذاتها كانت تغييرات كويسة على فكرة ومؤثرة والتنم ان هو كان تقدر تقول انه مركز في الماتش عارفه عايزه من الماتش حتة الانفعلات بتعتكبت الحسام وتصرحاته واساعات كده تحس انه هو بيهاجم هي دي اللي عاملاله زي ما تقول كده مش مشكلة على قد ما هو فيه ما فيش تنغم بينه وبين الجمهور احيانا مش حاسة ان الموضوع لجمهور يعني يمكن بعض الناس بتبقى دايما مش مستريحة اصلا لفكرة المدرب الوطني حاسة انه محتاجين حد تاني بخبرات تانية لكن انا حاسة انه الاغلب الاعام لأ مبسوط يعني بالورقة والقلب كابتن حسام لغاية دلوقتي والله ما جسر زي ما بنقول كده يعني احنا لغاية دلوقتي لعبنا كم مباراة مخصناش ولا حياة خالص غير يمكن يعني مع كرواتيا ودي كانت الوصيف ولا تالت العالم فيعني عايزيني يعني وكان لسه ماسك حتى لو كان لحق يزبط مع العيبة ولا يتبقوا على بعض ولا حاجة لكن لغاية دلوقتي احنا ما دخلش في شبكنا ولا هدف هو فعليا على الورقة هو نجح نسبت نجاح 100% وطمام مطشاط فاس في ستة وتعادل في مباراة وخص المباراة ودية فعليا هو نجح لما نيجي نقيم مدرب اي مدرب في العالم نيجي نقيم ونقيم ورقام زي بقينا نقيم اللعبة دلوقتي يقولك ده عمل 3 أسست ده عمل مش عارف ايه كابتن حسام ناجح بكل المقاييس ما فيهاش كلام دي امانة يعني لازم نقولها لحد دلوقتي هو ناجح متصدر مجموعته في كاس العالم متصدر مجموعته في تصفات كاس العالم متصفات أم أفريقيا صعب الفريق بدري بدري فضلوا مطشين لسه هيجرب فيهم اكتر من اللعب هيكون الدور يدخل وهتكون بقى ابتدأ يظهر ملامح المنتخبة أكتر من كت طيب عايزين نتطمنا على محمد الشناوي وخلت صبحي بعد الإصابة هو محمد الشناوي عنده زي جرح في الحاجب وبصراحة اللعبة دي كان لازم ياخد فيها أنظار اللعب أنا استغربت مبارح من الحاكم بصراحة يعني اللعبة كان لازم اللعبة دي ياخد فيها أنظار هو مرفعش رجله ودخل في الشناوي يكمل معاه وجاله زي شرخ كده في الحاجب الشناوي صمم إنه يكمل طبعا حاسس بالمسئولية خايف على المتش فطبعا نقدر نقول إنه هو إصابته إن شاء الله بسيطة هيتعافى منها بالنسبة لخلت صبحي وعنده مشكلة في العدلة الضمة نتجة من حاجتين اتنين نمرة واحد أول متش أو تاني متش ليه اعتبر من المنتخب مصر مجدود عصبيا ومعروف طبعا ملاعب بتشد عصبيا بأسعى الإصابات نوعية الملعب برضو لا تأثير أه طبعا أه مفهاش كلام ملاعب دي لازم تلغي يعني أنا مستغرب إزاي لحد النهاردة وإحنا عشرين واربعة وعشرين وفيه ملاعب نجيل صناعي بتلعب عليها مطشاط في أفريقيا يعني ظاهرة غريبة بصراحة يعني ظاهرة غريبة ومش عارف إزاي الفيفا والكاف سكتين عن الموضوع ده ملاعب مؤزية جدا ومتعبة جدا وبتضر اللعيبة وبتضر يعني ضرارها جبير جدا أكتر من نفعها يمكن فيه استفهمات يعني على السياق المباراة كله والكاف موافقة على حياة أعتقد أنها يعني مبارح كان فيه خبط وكان فيه ترزيع مرموش الخبط اللي كان فيه ده يعني مبارح ما كانش يخفى على حد والناس شايفاء أصابت كابتن الشناوي ما فيه فار نرجع له ما فيهش حاجة الناس شايفاء أعتقد أنه لو كان فيه حاجة مبينة الموضوع بيخضع لتقدير الحاكم لكن لو كان فيه فار وده مش موجود في كل المباراة المؤهلة لأمم أفريقيا أعتقد أن كان الموضوع حيبقى فيه اختلاف خالص فيه رد فعل الحاكم كانت حتبقى طرد صريح يعني هي علامات الاستفام بالنسبة للفار إن فيه ملاعب غير مجهزة للفار يعني فيه ملاعب غير مجهزة نتعمل فيها في فار وإحنا مبارا شوفنا الملعب ما يتلعبش فيها مين يقما أنت لازم تلعبيها المشكلة النهارده أن أنت مطش في موري ثانية ولازم تلعب المطش ومش ينفع المطش ينقل برا إلى الأسباب بغير فرص يعني أسباب خارجة عن إرادة كل الناس فالنهارده يتلعب المطش دي لعيبة بقيمة تسوقية يعني عمر مرموش ده بفلوس يعني بفلوس وأي فلوس لا وأي فلوس وبعدين عمر يعني مرموش خلاص وصل لمرحلة دلوقتي أن أنت لما الكرة بتيوصل لأ قدم تطمنة أنت خلاص من تطمنة مرموش هيعمل هجمة هيعمل لحاجة خطرة عنده ثقة في نفسه غير عادية بصراحة بأمانة يعني وهو جاي يعني عمر مرموش أنا أتوقع إن شاء الله السنة الجاهة زي النهارده هيكون في مكان كواس قوي قوي في دوري كبير قوي كمان طيب إيه رأيك في الهدف بص إبريم عادل كوالة لعيب جودة لعيب سوبر بصرف النظر منه ما بيشاركش كتير هنا مع بيراميز أو ملعبش كتير مع المتقى ولعيب سوبر ولعيب لازم يبقى موجود في أماكن أو موجود في مكانة أفضل بكتير من إنه يلعب في الدوري المصري لازم يلعط لع أوروبا الجون أو الهدف اللي جابه ينم عن حاجتين أنه عن ثقة كبيرة جدا 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 بنفسه حاجة تانية هو قاعد مركز في الماتش قاعد بره بيتفرق لامح الجون باستمرار إنه عنده خطوطين تلاتة باستمرار أنا وكل اللي كانوا عاديين حوالي أول ملعب الكورة بتعمل إيه أبراهيم قلنا كده رد فعلينا بتعمل إيه أبراهيم وهي خارجة من رجله إحنا مش مدخلين إيه ما لهاش حال تاني غير كده لأنه كان هو الواحده قدام وما كانش فيه حد معاه فهو لو استنى هيعطى للهجمة هيرجعه تاني هيقفه ويدفعه فبالتالي خلاص راحت الهجمة إيه ما لهاش حال تاني غير إنها تتشاط وعايزة دقة بس هي غريبة أن أنت عندك ثقة في إمكانياتك وثقة أن أنت تقدر تلعب كورة بالشكل ده بالتوجيه ده بالقوة دي وتحطها فدي براهيم قاعد بركة بتفرج واضح أنه كان مركز في المطش وشايف أنه الجوم باستمرار بيتقدم وطبعاً اللي ساعد على ده أكتر خلي بالك نوعية أرضية الملعب برضه خلي بالك بتخليه طلع الكورة من تحت رجله بطريقة قوية بعكس أن يجي للطبيعي ممكن تقلش ممكن يجي مين يجي شمال لكن دي علشان الملعب تقدر تقومه عمل زي سجادة فبيعرف يحط فيها قوة فطلعت بالطريقة اللي طلعت بيها دي ولا ثقة في مهاراته يعني أي حد لسه نازل حيبقى المتوقع منه أنه يبتدي بقى يخد الكورة ويدوس ويجري ويعمل لكن هو رمى بقى بعينه ولا شاف حرس المرمى المتقدم وأن دي ممكن عادة عند حرس المرمى على مدار المطش هو شافها فهو تعامل بالباست هستري بقى اللي هو مركز فيه منه هو قاعد بره عددك أنا متفق معك ده هو فعلا قاعد مركز بيتفرج من بره شايف رسم سيناريو أنه ممكن يحصل موقف في الملعب بطريقة ما يتصرف بطريقة معينة وبصراحة هو فاجئنا كلنا كلنا تفاجئنا على فكرة يعني كلنا تفاجئنا حتى الجنل تلعيب بقى بيلعب بدماغه ورجله مش برجله بس لا إبراهيم إبراهيم كلا تلعيب كبير بأمانة يعني ولازم فعلا يحترف ولازم يلعب بره هنستفيد منه جامد لأنه خلاص هو دلوقتي في مرحلة الندق ما كانش يطلع بره دلوقتي ويلعب في أوروبا مش هنستفيد منه موجوده في التوقيت ده في مصر بيدره ومش هيفيد من تخدم الوطني طيب هل التخيلات بتبقى مهمة لعب كرة القدم يعني أنت قلت لقتي هو قاعد بره كان قاعد بيرائب وبيتابع وشايف أن الحارس دايما متقدم فبيرسم سيناريو كده في دماغه أنه لو جات له كرة في مكان معين فأنا هشوتها على طول فهل ده ده الطبيعي مش لعبة بتعتمد على مش ورع وقلم ورع وقلم مدرب بيحط خطة بيقولك تدافع تلعب باكرايت تلعب هافرايت تلعب وينجي تتحرك من وراء تعمل أوفرلاب مش عارف إيه تشويت أماكن كده بيقولك عليها لكن هي في الأول في الآخر هو مش بيقولك بص إزاي أو مش بيقولك خذ القرار إزاي فهي لعبة ارتجالية في المقام الأول دي بقى مغزون مغزون مهارات مغزون ثقة أنا هعمل كذا أنا هعمل كذا كل ده مغزون بدليل إنك لما تلاقي لعب زي محمد صلاح في الدور الإنجليزي دايما متعمد إنه ياخد لجوة مرة ليه طالع لبرة اشتغل بيمين واشتغل بشمال دي بتبقى بقى خبرات ومغزون ويبقى لعبة قاعد مركز وحافظ وعلى فكرة فيه لعبة كتير جدا جدا في المطشات بيذكروا اللعبة اللي هلعبوا عليهم قبل المطشات يجيب فيديوهات بيقعد يتفرج هلعب على مين بكرة همسكوز زي هعمل إيه الوضع إيه فيه لعبة كده على فكرة وتليه لازم مركز أو في المطش طبعا لعبة على المستوى احترافي عالي فلا طبعا دي مغزون مهارات إمكانيات ثقافة لعيب فكر قاعد بره مركز تفاصيل كتيرة طبعا في الكور طيب لما نيجي نقول إن المباراة خلصت زي ما إحنا عايزين ولكن اللعبة مبارح ما كانش عندها شغف إحنا لغاية إمتى حنفضل عندنا مشكلة إن لما نتطمن نهدى ونبطل إحنا عايزين نلحب طول الوقت فكرة إن إحنا خلاص نتطمن إحنا يعني كنا رايحين وإحنا شبه عارفين إن إحنا خلاص حنصعد ده أثر على الأداء بص إنتي لو لو إنتي النهارده واقفة في الملعب بتتفرج على المطش إنتي شخصيا وشوفتي واحد إذا كابتن حسام ما قايف على الخط إنتي زي نفسك أجيلك الشغف وإنتي عدا في المدرك وإنتي بتشجعي يعني الكابتن حسام أنا بصراحة مشفق عليه يعني عايزين نتطمن عليه بعد المطش لا هو بصراحة غريب يعني أنا مشفق عليه جدا فهنا طول المطش واقف استرس بيتحرك قاعد بيعمل سكواد ويقف ويتحرك يمين ويتحرك شمال ولا بصراحة أنا أشك أشك أن العيبة ما كانش عندها شغف مبارح على قد ما هو خوف على رجليهم خايفين من أرضية الملعب الأجواء الحرة التفاصيل تانية ما أعتقدش لكن الشغف لا الشغف هكولنا شايفينه إحنا زي نمسينا في البيت شايفينه كل شكرا لك إيها بن حاس النقد رياطي نورتنا وشرفتنا تسلامي ربنا خيزي نمسيها من نورتنا